أجبر سكان قرية عيس شمال منطقة مريس إلى مغادرة منازلهم بعد أن تعرضت منطقتهم للقصف المتعمد والعشوائي فنزحوا إلى هذه الجبال بحثا عن مكان أكثر أمنى نحن هنا كما ترون هربا من قضايف ميليشيات الحوثي وصالح كما ترون الحياة الصعبة هنا لا مقاومات حياة لا ماء لا غذاء لا دواء إذا شي أحد معنا مرض صعب أخذه إلى المستشفى وإلى مكان آخر سلنا المدرسة رمونا رقعنا البيوت رمونا صواريخ الآن نحن بلكوف لا أما ولا أغذية ولا حاجة بأبسط الأدوات والطرق يحاولون التمسك بالحياة معتمدين على ما يمكن استخدامه كما توضح هذه المشاهد التي تختصر حجم معاناتهم النازحون يعيشون بحياة صعبة فهم يقعون في خط التماس يعرضون للقصف في كل وقت ومقاومات الحياة لا تجد عندهم مقاومات الحياة صعوبة في الحصول على الغاز صعوبة في يعيشون على الحطب صعوبة في الحصول على الماء على الدواء هذا هو حال المئات من الأسر التي تضررت قراءهم في هذه المناطق من محافظة الضالع وتوقفت مزارعهم وأصبحوا نازحين بلا مأوى يتقاسمون الخوف والجوع والحرمان في ظل غياب تام للجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية وما يحصلون عليه من مساعدات من جمعيات محلية ليست كافية ولا توازي حجم المأساة التي نزلت بهم هذا الجهر لا عندنا من قصف الحوثي لا الجهر بسبب القصف العشوائي الذي شنته ميليشيات الحوثي وصالح على منازلهم نزحوا هربا من الموت إلى هذه الكهوف محمد المريسي قناة بلقيش الضالع